ماذا حصل للمؤتمر بعد صالح؟ منذ اللحظة الأولى التي انكسر فيها الحزب وقيادته تعيش رحلتتيه كبيرة لكنها وبحسب كل البيانات الصادرة عن قيادات المؤتمر لا يزال الانضواء ضمن إطار الشرعية خارج حساباتها بالأمس استقبل قادة عسكريون وسياسيون في مأرب اللوافضل القوسي قائد الأمن الخاص سابقا والمقرب من صالح أما عدا فقد وصل إليها أهم صانع إعلام الإنقلاب فرع صالح على مدى ثلاث السنوات الماضية وفي لحظة خاطفة اعتبر بعض قادة الشرعية هؤلاء أبطالا جمهوريين في مواجهة الإمامة أعاد التاريخ نفسه سريعا هذه المرة ثلاث سنوات فقط فصلت بين مسلسل هروب هادي من صنعاء وبين أن يكرر هؤلاء نفس المغامرة هروبا من نفس العدو لكن بعد أن حاربوا هادي معتبرين فراره من الميليشيا دليلا دامغا على سقوط شرعيته وانتقالها للمسيطر على الأرض سلطة الإنقلاب فيما ظهر موقف الشرعية مرينا بخفة غير متوقعة فبحسب متابعين يبدو العفو العام عن قياديين شاركوا في الإنقلاب بمجرد أنهم قدموا إلى عدن أو مأرب يعدوا مخالفة قانونية جسيمة من رأس السلطة لقيادات شاركت في الإنقلاب على الشرعية وتسببت في قتل آلاف اليمنيين مأزق جديد تضع الشرعية فيه نفسها بتعاملها مع أمور الدولة والقانون بمنطق العلاقات الشخصية وخفة التوازنات السياسية خطاب العفو العام شمل شخصيات طالها قرار أممي بالعقوبات منها أحمد علي صالح وهو ما قد يؤثر ليس على منظومة القرار نفسه فقط بل على المرجعيات الثلاث التي اتفقت عليها الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية على اعتبارها مرجعية أي حل للأزمة في اليمن منذ مقتل صالح تحاول أبو ظبي والرياض لعب دور الوسيط بين أطراف الشرعية وبين من تبقى من حزب المؤتمر لكن حزب المؤتمر يتجنب إلى حد الآن الاعتراف بشرعية الرئيس هادي والانضواء تحت قيادته ما يضع التحالف أمام مأزق حقيقي لجهة مساعيه الرامية لاحتواء تركة صالح وعدم قدرته على تجاوز الشرعية كونها الممثل القانوني الوحيد للشعب